طيب ترتبات بقى المدير الفني للنادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني الراجل ما صدق خرج من عالقة بريتوريا وكل مواجه من مشاكل في سانداونز وتآهل بالاهلي الى نهاء دور الابطال علشان يلاقي نفسه قدام تحدي جديد مختلف بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحف النهاردة نشوف اخر كلامه عن هذه المواجهة لقد لعبنا اربع مباريات قوية ونخوض الآن المباراة الخامسة لعبنا مباراة امام الاتحاد ثم الزمالك ثم سانداونز ذهابا وإيابا هذه المباراة المتلاحقة في وقت قصير بالاضافة الى السفر الى جوهانسبرغ ومن جوهانسبرغ للدوحة تعتبر شاقة جدا بالنسبة لنا الا اننا سنكون جاهزين للمباراة عقلية لانه من ناحية اللياقة البدنية لسنا على المستوى الامثل مقارنة بنهضة بركان الذين قدموا مباشرة من المغرب لهنا والمسافة التي قطعوها فهي ليست مثل التي قطعناها بالاضافة الى كون هذه المباريات الكبرى في وقت قصير ولكن الرغبة في اللقب ستجعلنا مستعدين ذهنية عندما تكون مدربا للأهل فان كل مباراة ستمثل ضغطا لا يمكن ان يلعب الاهل بدون ضغوط قد يقول البعض انه ليس هناك ضغط في مباراة ما ولكن مثلا مباراة السندونز كانت كبيرة مثل مباراة الزمالك وكان هناك ضغط للفوز على الاتحاد وهناك ضغط ايضا في مباراة نهاء السوبر الافريقي وسيستمر الضغط كذلك في مباراة الترق القادمة في نصف النهائي كلنا علينا تحمل الضغوط لان هذا هو قدرنا في الاهل الاهل فريق يفوز باستمرار ويحصل على الالقاب ونحن نعلم امكانياتنا وطموحاتنا لذلك سنبدو قصارى جهدنا لاسعاد الجماهير في مصر بالنسبة لي وبالنيابة عن اللاعبين دعم الجماهير مهم جدا بالنسبة لنا وكذلك دعم مجلس الادارة والكابتن الخطيب لا يمكننا ان نجد اعذار لان كل الامور جيدة ما علينا فعله هو العودة بالبطولة ونحن نعلم ان هذا مهم لنا وللفريق بالنسبة للجمهور هم يدعموننا جدا وبالرغم من اني لا اجيد العربية الا اني اشعر وارى مدى الرضا والسعادة في حالة الفوز هنا وجدنا الكثير من الجماهير في كأس العالم للاندية ولذلك نحن سعداء بالعودة مجددة لاننا سنرى الجماهير مجددة لان معظم مبارياتنا تقام في ملاعب فارغة ونحن سنؤدي جيدا وسنبدل ما في وسعنا لارضاء الجماهير لانهم كذلك يعملون ما في وسعهم لدعمنا انا في رأيي اهم مقاله بيتسو جملة واحدة لخصت مشكلة النادي الاهلي فيين اللي بتكلموا على الاداء بتكلموا على المرضود قال اللياقة البدنية الفريقي ليست في احسن حالات اسبابها ايه؟ اسبابها كل اللي كنا بنقوله ما هو واحد عايجي يقولك ايه طب واحنا ما لنا ما تشوف الناس اللي عندك بتوع اللياقة والاحمال ايوه مش عارفيش تغلوا من الضغط المستمر من الارهاق المستمر من الإصابة المستمرة ثم التعامل مع ناقيين التفاوت بين الحالة الصحية والبدنية بين اللعيبة ده بيغيب وده بييجي مش عارف يعني هو ده مربط الفرص لو انت زي ما كنت في احسن معدلاتك البدنية كان الاهلي بيؤدي باداء مبدع وبيبقى اون سايد جيم وكانت كل العملية انت تأخرت في انت لما بتخلص في الشوط الاول لما تخلص في الشوط التاني ليك تفيت باثنين ليك تفيت بتلاتة كان الحوار كله ماشي في السكة دي اذا هي مسألة مفهومة والمفهوم ما يقلقش ما يقلقش هيتعالج لكن كمان بيتشو مستماني وهو بيقول بين الاهل ونهضة بركان قالك هو الفريق المغربي حالته البدنية افضل مننا دايب برغم خدوا بالكوا حاجة يعني انا لما ببص الميزان بين الفريقين ألاقي النادي الاهلي عنده ستة القاب لعب ثمان مرات سوبر خد ستة عنده رقم قياسي في البطولة سواء في عدد المشاركات في السوبر ثمان ألقاب أو ثمان مرات ده رقم قياسي أو رفع كاس السوبر ست مرات ده رقم قياسي مقارنة بناهضة بركان اللي ما سبقش ليه خدوا البطولة أو حتى على المستوى الحالي على الفكرة ده خطر أه طبعا حتى على المستوى الحالي اللي حوافز عندهم فضيعة الناس اللي بتقولك الاهلي في الدوري بينافس على الصدارة وحامل اللقب وعنده 41 نقطة بركان متأخر جدا في الدوري المغربي الحداشر بيقولوا وعنده مباريات متأجلة وعنده بعض المشاكل لكن على فترة ده لا يعني أي شيء قصاد الحالة البدنية ده وفعه النفسية والمعنوية هتبقى عالية حالته البدنية والزهنية هتبقى قوية ده اللي لازم النادي الاهلي ياخد باله منه وأعتقد ده فيه تجديد من المسلمين عليه